اشتركوا في القناة اداء عالي تدخل في المجموعة وطبعا خلال 25 سنة استطاعت مجموعة RS انها تنافس اقوى مصنعين سيارات الاداء العالي كمرسيدس ام جي و بي ام دابليو ام باور خلوكم معنا نشوف ايش الجديد في مجموعة RS بمناسبة مرور 25 سنة على اول سيارة نيجي لوحش الساحة اليوم اللي معنا اللي هو الاودي RS6 طبعا زي ما نشايفين وحش ولكن على سيارة ستيشن واقن او زي ما نقولها بالعامية عندنا في السعودية بوكس طبعا السيارة ممكن اللي حيلاحظ انه فيه تغيير شوية في الواجهة مختلف عن الاسكس العيدية ايش هو؟ طبعا الاضاءة مختلفة عندنا غطاء المحرك هنا وهنا عندنا شايفين في الخطين فيها نفخة على فوق وطبعا نفسي اللي هو الشبك اللي هو السداسي الاضاع زي ما نشايفين برضو من الجانب السيارة برضو جاية منفخة اعرض برضو عن الافانت العيدية والستيشن واقن العيدية الجنوط عندنا كبيرة مقاس 22 وطبعا المحرك ثمانية سيلندر أربعة لتر توين تيربو بقوة 600 حصان وثمامية نيوتن متر من عزمة دوران طبعا المميز في السيارة انه احنا اصبح نادر عندنا او عالميا انه احنا صرنا نشوف سيارات بوكس او ستيشن واقن العالم كله الانسار بيحول على اس يو في او اللي هو متعدد استخدامات لكن اودي اصرت انه هي تحافظ على هذا التراث وزا ما احنا عارفين وشوفنا في البداية الفيديو انه اول سيارة RS كانت برضو سيارة ستيشن واقن طلعتها اودي اللي هي ال RS2 طبعا السيارة ناخذ نظر على الداخل رجع فينا الحنين زمان لما كنا نقع السيارات البوكس من وراء المسؤولين في شركة اودي بلغونا انه السيارة ستوصل عندنا فاس واق منطقة الشرق الاوسط لأول مرة لانه احنا عندنا المنافسين زي مثلا مرسيدس او بي ام دابليو ما بيجيبوا سيارات البوكس اصلا فاس واقنا خاصا طبعا السوق الخليجي والسوق السعودي فهذه هتكون اول مرة بتوصل سيارة ستيشن واقن بوكس اداء عالي للسوق السعودي واصلا حتى على سيارات البوكس عالية الاداء كمنافسين الان ماعد فيه الا المرسيدس ال E-Class ال E63 الستيشن واقن لانه حتى البي ام دابليو اللي هي ال M5 واقن وقفوا انتاجها فهذا حيكون تحدي قوي وضربة قوية لأودي في السوق عندنا لو جينا لاداء المحرك السيارة رح تنطلق من صفر الى مية خلال ثلاثة فاصلة ستة ثواني ومن صفر الى ميتين خلال اثنى عشر ثانية فقط والسرعة بتيجي محددة الكترونيا لميتين وخمسين كيلو متر في الساعة ولكن ممكن انه توصل لثلاثمية وخمسة كيلو متر في الساعة لو كان عليها مجموعة دايناميك بلس الاختيارية بالنسبة لناقل الحركة هو طبعا الثمانية سرعات اوتوماتيك والدفع الاساسي هو كواترو على جميع العجلات داخليا بتجي السيارة بتصميم مبتكر بيركز على السائق ولمسات ألمونيوم جري او شرسة مدمج فيها شاشات نظام MMI الموجود في أحدث طرازات اودي الدراكسون الرياضي مكسو بجلد مع أزرار ر اس كبيرة متعددة في الوظائف للقوة وأنواط القيادة المقاعد الرياضية جاي بفرش خاص من جلد النابة او جلد الكنترا على أشكال ونقوش هندسية او حتى كمان بتصميم خلايا النحل صندوق المتع الخلفي بيجي بمساحة تبدأ من 665 لتر وينتهي ب1680 لتر في حال طي المقاعد الخلفية أعزائي المتابعين شاركونا أراكم في خانة التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في قناة سعودي أوتو ليصلكم كل جديد في عالم السيارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر